بك ما هي توقعات الوضعية الجوية لليلة اليوم وغدا إن شاء الله إن شاء الله أهلا بك بسهلا بكم مشاهدين الكرام إذن تشهد حاليا أغلب المناطق الشمالية للوتن تساقط أمطار معتبرة محليا هذا خاصة على غرب ووسط البلاد وممكن تتعدى كمية الأمطار 80 مم على كل من الشلف عن دفلة تيسم سيلت حتى على منطقة تيبازا إلى غاية يوم غد الخميس التاسعة ليلا أمطار معتبرة ورعدية كذلك تشهدها البليد المدية الجزائر العاصمة بو مرداس حتى تيزي وزول بويرة وممكن أن تتعدى كمية الأمطار بهذه المناطق 50 مم هذا إلى غاية يوم غد الثالثة زوالا كما شهدت المناطق الشمالية تساقط أمطار معتبرة خلال 24 ساعة الماضية وسجلنا حوالي 56 مم على منطقة جيجل 40 مم على تيزي وزو 31 مم على الدلس 27 مم على المدية 35 مم على تنس 26 مم بالجزائر العاصمة حالة تقس ليلة اليوم ويوم غد في الصباح على المناطق الغربية تتحسن الأجواء التدريجية نحيكون تحسن مؤقت في حالة تقس بالمناطق الغربية ثم تعود الأمطار على معظم المناطق الغربية خلال صبيحة الغد بالنسبة للمناطق الوسطى في الليلة ستكون باردة نسبيا مرفوقة بأمطار معتبرة خلال ليلة اليوم أما على المناطق الشرقية في الليل تقس مغيم مع قطارات من الأمطار بالجنوب كذلك في الليلة بعض الأمطار ممكن تشهدها شمال الصحراء ومنطقة الوحة درجات الحرارة المرتقبة ليلة اليوم ستكون منخفضة على كامل الولايات الشمالية والجنوبية تتراوح ما بين 0-11 درجة على المناطق الشمالية وما بين 3-11 درجة بالمناطق الجنوبية وقد نسجل 6 درجة بأقصى الجنوب الجزائري بالنسبة لحالة تقس يوم غد خلال الظهيرة على المناطق الغربية ستكون سحب عابرة مسحوبة ببعض الأمطار محليا هذا على أغلب المناطق الغربية خلال ظهيرة يوم غد مع رياح تصل سرعتها 40 كم في الساعة بالنسبة للمناطق الوسطى يوم غد لجوار ستكون غائمة وممطرة تتخللها رعود والرياح ممكن تصل سرعتها 40 كم في الساعة بوسط البلاد أما على المناطق الشرقية يوم غد خلال الظهيرة لجوار ستكون مغشات وغائمة مع احتمال تساقط بعض الأمطار والرياح ما تتعدى سرعتها 30 كم في الساعة على المناطق الجنوبية يوم غد بعض الأمطار ممكن تشهدها شمال الصحراء والوحاس يبقى التقس مستقر على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع حركة رياح تصل سرعتها 40 كم في الساعة تؤدي إلى زوابة عرملية محليا وأرداء في الرؤية درجات الحرارة المرتقبة يوم غد ستبقى منخفضة سجلوا حوالي 17 درجة على الجزائر العاصمة بازابو مردات وبليدة 16 درجة على وهران مستغنم وتنس حتى تلمسان سجلوا حوالي 13 درجة على معسكر 7 درجات على البيض نعامة ومنطقة مشرية 6 درجة على قلمة سجلوا حوالي 12 درجة على سطيف وبتنة 17 درجة على عنابة ومنطقة سكيكدا 14 درجة على قسنتين 24 درجة على منطقة تمنرست 15 درجة على منطقة بشارن سجلوا حوالي 20 درجة على عين سلاح 21 درجة على إليزي و31 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائري هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية تحسن شامل في حالة التقس بدءا من يوم الجمعة القادم هذا على كل المناطق الغربية المستحة حتى المناطق الشرقية للوطن مشاهدين الكرام كان هذا كل ما لدي لحد الساعة شكركم على كرم المتابعة عودة إليك محمد شكرا للمتابعة